المعارضة الأوكرانية تنزل مجدداً إلى شريعة تحدي للسلطات التي تزدرت نهاية الأسبوع الجاري قوانين رادعة جديدة ندد بها الغرب بشكل واسع فقد تدفق أكثر من مات ألف شخص الأحد إلى ساحة الاستقلال بوسط العاصمة كيفا للإحتجاج على قرار البرلمان الأوكراني قوانين جديدة تشدد العقوبات على المتظاهرين قوانين اعتبرتها المعارضة قمعية ودع قادة المعارضة إلى هذه المظاهرة الثمنة منذ بداية الاحتياجات ضد الرئيس فيكتور يانوكوفيتش على رغم صدور حكم الأربعة يمنع التظاهر في كيفا حتى الثامن من مارس المقبل هذا ومازال المتظاهرون يصلون إلى ساحة الميدان أيضاً والتي احتلها منذ شهرين معارضون مؤيدون لأوروبا بعد رفض الرئيس الأوكراني يانوكوفيتش توقيع اتفاق شركة مع الاتحاد الأوروبي مفضلاً تقرب مع موسكو